اشتركوا في القناة الحقيقة يمكن فوز ممكن نسميه مع الرقفة او مع الرحمة كان من الجيس جدا ومن الممكن ان الاهل يفوز بذكور كبير جدا لو احسن لعابتنا انها تستغل الفرص اللي اتيحت لها على مدار اللقاء لكن الحقيقة نتيجة ولا اروع في جولة اولى من مواجهة تحتمل والحسابات مفتوحة على كل الاحتمالات الحقيقة يمكن مباراة القاهرة بإذن الله هتتلعب يوم السبت اللي جاي تحتاج مننا ان احنا نقفل صفحة رادس نقفل صفحة المواجهة الاولى نقفل صفحة او ننسى النتيجة لحال نادي الاهلي في مباراة الزهاب واحد سفركات نتيجة اسعدت بالتأكيد كل جماهير النادي الاهلي ولكنها لم تحسم التقاهل حتى اللحظة يعني ننتظر طبعا مواجهة تانية بالتأكيد هيكون ليها صعوبتها وبالتأكيد هيكون ليها اكتر من سيناريو محتمل هنتكلم فيه وندردش مع حضراتكم ونسمع اصواتكم وقراءكم فيه المواجهة الاولى اللي انتهت فيه رادس ومواجهة المنتظرة طبعا فيه القاهرة اللي زاد الحقيقة من اهمية المواجهة مبارح او ادينا احساس او انطباع نوعا ما انه النتيجة دي كانت نتيجة رائعة جدا في مشوار الهدف الاسمة طبعا هو حسم اللقب تحقيق البطولة هو فوز كايزر تشيفز على الوداد على العكس من كل التوقعات اللي توقعتي انا طبعا فوز اللي حققه كايزر تشيفز مبارح الوداد فوز غالي جدا وخصوصا انه فيه لقاء الزهاب على ارض الوداد في المغرب الجولة التانية هتتلعب برضو في نفس التوقيت بتاعنا او في نفس اليوم بتاعنا يمكن المطش بتاعهم هيسبقنا بساعات بسيطة جدا لكن مباراة العودة في جنوب افريقيا مع كايزر تشيفز والوداد احتمالات الكايزر تشيفز فيها اكبر بكتير جدا نتيجة طبعا تقدمه بهدف في المواجهة الاولى على ارض الوداد لقاءها هيكون صعبة جدا على الوداد كنت في ظروف طبيعية جدا اشجع الوداد بحكم ان احنا طبعا في الاول والاخر اشقاء لكن كون ان المباراة هتتلعب مباراة نهائية مباراة نهائية دولة الابطال هتتلعب في المغرب زي محدد اتحاد الافريقي فده يخليني افضل حقيقة ان انا اواجه كايزر تشيفز على ارض محايدة افضل بالنسبة لي كتير جدا ان انا لعب الوداد على ارضه في نهاية البطولة وان كنت الحقيقة برضو يعني ثابت على مبدأي الفريق البطل يواجه اي حد اي فريق في اي مكان واعتقد انه الاهلي بتشكلته الرائعة واعتقد انه المباراة بتاعتنبالح فيها الكتير اللي يتقال بصرف النظر عن نتيجة بتكلم هنا على الاداء على شكل الفرقة على الروح على السبات في الملعب على شخصية البطل اللي ظهرت الحقيقة في مواجهة كبرى انا قلت طبعا ترجي واحد من الفرقة المرشحة لتحقيق اللقب فبالتالي انك تظهر معاه بالشكل ده وبالروح دي وبالاداء ده على ارضه في مواجهة تحسم مصير التأهل لنهائي دوري الابطال اعتقد انه الاهلي ظهر بشخصية البطل ورغم كل المطبط الصعبة اللي عدنا بيها سواء جوة هنا في المستبقات المحلية او حتى فيه الدوري الابطال خد بالك انه الفريق من اول ما بدأ مشواره مشوار الدفاع عن اللقب مشوار حامل اللقب في بطولة دوري الابطال ما تعرضش غير لخسارة واحدة في ظني كانت في ظروف غير طبيعية امام سينبا التنزيني ثقافة الفوز خارج الملعب خارج الارض اعتقد بقى الثقافة بتميز الجيل ده بذات من اللعبين النهاردة انت يمكن اللقاء بتعام بارح بفكرنا بسيناريو قبل نهاية دوري الابطال في النسخة الاخيرة النسخة التسعة لعبت برضو مع الوداد واحد من الفرق تقيلة جدا على مستوى القارة واحد من الفرق المرشحة لتحقيق اللقب وكان اللقاء الزهاب على ارضه قدرت انك انت تحقق المكسب السنة دي بتكرر برضو نفس الانجاز وتتغلب على واحد من اقوى فرق القارة الترجي التنسي على ملعابه اعتقد انجاز يحسب لكل اللعيبة وطبعا في المقام الاول بيتسو موسيماني اللي في جولة بعد جولة وفي يوم بعد يوم بيأكد الحقيقة انه مدير فني من طراز رفيع اهني كل اللي عدت النادي الاهلي بدون استثناء واعتقد انه كل الجماهير هتشاركني الرأي في انه كلهم الحقيقة اجادوا وتقلقوا لكن اخص بالذكر اكرم توفيق لابد الحقيقة ان انا اشيد بالولد لانه الحقيقة اكرم في كل المناسبات اللي الاهلي يحتاج زهوره فيها في اي مكان في الملعب ادى برجولة وبروح وبشخصية النادي الاهلي وكأنه الحقيقة من بداياته من موليد مدرسة النادي الاهلي الحقيقة اكرم توفيق ان برح اقدم مباراة جدا رغم انه في اوقات بيتظلم وبيلعب في مكان هو مش متعود عليه او في ظروف وفي اللقاءات من العيار التقيل لعب على واحد من اقوى الحقيقة الاجنحة في القرى الافريقية حمد الهوني ورغم كده الحقيقة دفاعا وهجوما قد مباراة ولا اروعا موسيقى